انا ازعف معتك على وصف القرآن الكريم باعتبارك قارئا فيه يعني في ماء مهين وماء دافق ويخرج من بين الصلب والترائب ما الصلب وما الترائب الصلب اللي هو بداية تكوين الخصية أو البويضة عند هنا الفقرة الخطانية رقم ثلاثة اللي سري في العمود الفقر الطرائب اللي هي الجزء اللي بين الساديين عند المرأة عند المرأة في حاجة بقى اللي هي بقى هنا برضو حتة زيادة ان هو اخذ ربوكا من بني ادم ونزهوري من زورياته هذا صار بقى ان برضو ان بعد هنا البوعدة ما بتلقع بتزرع في الجدار الخلفي بتاع الرحل يبقى دي زهورهم برضو هلاص يمي ايزا الزهور هنا هو تحديدا في الجدار الخلفي ما ينفعش ها بقدر خلفي اه طبعا طبعا برضو زي ما قلنا فيه انومرز فيه هنا ايه فيه برضو ممكن بأماكن تانية ساعات بقى هنا بحصل مثلا في الفخانات في قروب بقول عليها حملة كارج الرحل ودي مشكلة أنه بنفجر والعين الحوشف نزيف وقصة تانية خالص فهنا طبعاً اللي أنا عايز أقوله برضو يعني إحنا ما نقدرش أن إحنا نعمل أو أن إحنا نمجد في القرآن لا ده مش وظيفتنا والقرآن مش عايز حد يمجده وإحنا مش براحفظ في القرآن وكأنه ما اللي بحفظه بس إيه أنتو كأطباء حضرتك ممكن تعالج حالة يعني عقيم أو حالة عاقر وتخليها تخلف مش العقم ده حاجة من عند ربنا أنتو بطوله طبياً ما فيش ما يمنع الحمل طبياً صح يبقى قرار إرادة إلهية ربنا قال إيه ولا يحوتونا بشيء من علمه إلا بما شاء كلام جميل نعم وربنا قال لسيدنا داود يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض نعم طيب إذن هنا لو الإنسان قدر يتحكم أو يعالج العقم أو العقم دا مش حرام طيب هقول لك أكتر من كده أنا بلاقي طبياً حضرتك على واحد من علماء الطبيب أبجي لك واحدة أو واحد هو طبياً سليم صح يعني عدد حالة تمام صحتها تمام نشاطها تمام ومرأة تمام وراحمة ومو يخلفوش فيه كده صح فيه طبعاً كده هو إرادة إلهية فقط دا إرادة إليه مع عشان ما ربنا قال لك إيه واجعل من إشاء عقيم عقيم إنه علم قدير علم باللي ممكن يحصل لك وخاطرنا هو ممكن يخليك تخلف بس طبياني أنت هنا الطب عاجز عن إنه يخليه يخلف لأ 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 الطب مش عاجز المطب فيه تطور ما هو ربنا قال لك أهو ربنا يعني إيه هنا إيه ولا إتنا بشيء من علم إلي بما شاء إذن دي مشيء إلهية هوا ربنا هو اللي قال لنا كده اسعى إحنا بنسعى لكن هنا هتستعرض إنك في دلوقتي هنا إيه إنك ممكن تجيب تخلف ولد أو بنت يعني أنت بتختار فيه ناس تستارد أقول لك ده من علم الله هو علم الله مش على قد أنك أنت بتشوف مجال صوتية وتعرف إن دي ذكر أو أنسا شفصوا مربي شفوا بي آه ماشي الكلام جميل هو ده هنا ده علم ربنا وقف أنا هو معرفته في الجوة الرحم كان فقية أم سعيد بقى وعمره اشتام ورزقه ده كل جين عليها خمس سلاف صفة ده بتدور على إيه يعني الله يعلم ما تحمل كل أنثى آه وما غير أرحم وما تزداد وما غير أرحم ده قصة بقى قصة تانية فيه فرق بين طغير ده فيه فرق ما بين الغض وبين الإجهاض فرق إجامد جدا آه وفيه ويعلم ما في الأرحم الطب الآن تقولون يعلم ما في الأرحم أيوة طبعا يعلم ما في الأرحم من صفات مزكرة أو أنثى طبعا هي بتفرق طبعا على حسب التطور الله عنده على المستعوى نزه لغيث ويعلم ما في الأرحم أيوة يعلم ما في الأرحم مش ذكرة أو أنثى ما ده بقى ما أنتو كأطباء بتقوله بنعلم دلوقتي باللسونار والأجهزة والأشعات والحاجات ما هو دي اللي بقوله وقال اللي هو الفرق ما بين التفسير اللغوي والتفسير العلمي زمان كانت تفسيرهم لغوي على قد إمكاناتهم العلمية لكن دلوقتي لأ ما تقدرش أنت بتتماشى بتتماشى وهذا الكرام موجود يعني احنا بندعوش ربنا قال لك إيه ولا يحيطونا بشي بيع تاني من جديد